إيه بقى الحاجات اللي احنا نعرف نأسس خطوبة سعيدة ونكحة عليهم أول حاجة أول أساس الوضوح والصدق بسوا يا جماعة ما كانش الصدق فيه شيء إلا ونور والخطبين محتاجين نور فلذلك لازم يكون فيه وضوح وصدق دي أساس من أساس الخطوبة النكحة الوضوح والصدق ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن الصدق يهدي إلى الجنة بخلاص الصدق والوضوح لازم يبقى فيه صدق ووضوح بس الصدق والوضوح لا يطعن في مسألة مين إنه هو الصدق والوضوح فيما يخص الحياة الزوجية فيما يخص إن احنا بنتعرف على بعض بس الصدق والوضوح ما يوصلش لغاية من الواحد يفضح نفسه ويكشف أسرار ده مش صدق ووضوح ده فطح والعياذ بالله الحياة التانية الثقة المتبادلة لازم أول ما تلاقي هما بيحفظوا على الثقة المتبادلة الخطوبة دي مش هي في الطريق الناجح الحاجة المتبادلة التانية الاحترام المتبادل بيحترموا بعض بلاش حكاية فكرة إيه إن كل ما دايماً عند الناس حاجة مش لطيفة خالص إن كل ما يزيد حبنا يزيد التجاوز في التعامل وفي الألفاز وفي عدم الاحترام يا واد يا بيت مش كده ده مش هو ده مش هو ده مش هو ده التقارب مش التقارب إن احنا كل واحد فينا يحس إنه هو لما دخل العلاقة انخفض احترامه ولا انخفض الأدب بينهم لا ده لازم الحوار يزيد أدباً يبقى تالت حاجة هو ماذا؟ الاحترام المتبادل رابع حاجة الحوار الإيجابي بيباني الحوار الإيجابي من أول ولزاك هم لما يجوا بعد كده في مشكلات الزوجية في الإرشاد الزواجي يقولوننا إحنا والله في مشكلة أقولهم طب ونتم مكانش فيه أهل تقول لي والله كان في مشكلة بس أنا أقول تكمل عشان أكمل الجواز فالحوار الإيجابي بيتعرف من قبل الجواز الحوار الإيجابي اللي هو فيه اللي فيه فهم كل واحد بيفهم التاني صح فيه تفاهم إن كل واحد بيفهم دوافع الإنسان التاني وفيه تفاهم اللي غيرت نوصل للايه لقدر المشترك بينهم آخر أساس إحنا لازم نشوفه والرعي وإحنا بنتكلم في الخطوبة التعاون المسندة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعياتي التعاون المسندة بنشوفه من قبل الجواز في الخطوبة فالتعاون المسندة كمان يبقى عندنا خمس أسس إن رجعهم تاني أنا عارف إن النهاردة الحلقة مليانة فلو سمحتم خلوكم مركزين معنا عشان الحاجات دي ما حدش يرجع بعد كده يقول إحنا ما حدش قال لنا إحنا دلوقتي بنعمل بمسؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنبلغكم اللهم قد بلغت عشان ما حدش يقول ما حدش بيعلمنا قدينا بنقول لكم خمس أسس الوضوح والصدق الثقة المتبادلة الاحترام المتبادل الحوار الإيجابي التعاون المسندة طيب إيه الصفات اللي إيه لو موجودة في الخطيب أعرف إن الخطوبة دي خطوبة إيه خطوبة جيدة أول حاجة الوضوح والصدق زي ما قلنا تاني حاجة الاحترام للمخطوبة وأهله والعكس واحترام المخطوبة للخطيب وأهله تالت حاجة تحمل المسئولية الزوج يكون متحمل المسئولية والزوجة كمان تكون متحملة المسئولية اللي هو حاجة الرابعة الكرم وهو أتفكر أن الكرم في الفلوس كرم الأخلاق خامس حاجة إن يكون عندهم حالة من حالات الصفاء ما يكونش كل واحد فيهم ماذا بيخزن ولا كل واحد فيهم بيعمل إيه بيشيل من التاني بيبان من الأول خالص إن الراجل ده عنده حالة من حالات الإيه حالة من حالات السوق ترجمة نانسي قنقر